السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المطبخ بالهانا معاموانا هقدم لكم النهاردة طريقة كيك السينابون. كيكة سهلة وجميلة والطعم بقى ما اقول لكوش حكاية. شوفوا يعني السوس الشوكولاتة مع الحليب المحلل مكسف. يعني ما اقول لكوش. حاجة كده بتتكلم على نفسك. بتقدر انك انت تقدميها لضيوفك بشكل جديد. تقدميها الاولادك برضو بشكل جديد وجميل. شوفوا كيكة سهلة وجميلة. بصوا هشة ازاي طحفة. تعالوا معي نشوف مع بعض المقادير والطريقة. هنا معي كوباية من السكر. وكوباية من اللبن. وكوباية من الزيت. كوبايتين ونص من الدي. دي حلويات او دياعات. هي هي نفس كم. نفس كوباية ثابت في كل حاجة. معي هنا معلقتين كيكاة ومحلق. تلات بطاطة. معلقة صغيرة من القرفة. اللي حابب يحط معلقتين كبار براحته. هنا معي باكو فانيليا. باكو بيكينبودر. ومعي معلقة سكر. هنبدأ في التحضير. اول حاجة هحط البيض والسكر والفانيليا. واضرب الخليط كله مع بعض. بالشكل ده طبعا. هنا هنزل الزيت طبعا المضرب معي هادي شوية مش عالي علشان ما يبهدلش الدنيا حولي كده. واللبن. محضر الفرن على درجة حرارة مية وسبعين. والشبكة في نصف الفرن او اعلى كمان. الفرن شغال من تحت بالشغال من فوق. دي الفرما اللي انا هحط فيها اللي حابب يحط الفرما تكون مدورة واوسع من كده شوية ومش عالية براحته. اللي حابب يحطها في صانية عادية او في قالب مستطيل برضو براحته. هحط طبعا معي هنا المصفى بتاعتي اللي انا هصفي بها هحط البيجنبودر واحط الدي وانخله تاني. الدي ما بيفرقش عادي او او دي حلويات بس لو دي عادي انخله مرة واتنين وتلاتة واربعة كل ما نخلطيه كل ما كانت النتيجة افضل كتير. حنا بقى هشغل المضرب تاني بس طبعا مشغله برضو على الهادي وهنزل دي بالتدريج. الكيكة دي بتتعامل بالحشو اللي من جوا يعني بتاعها بيتعمل بالاصول بمعلقتين من من القرفة ومعلقتين من الكاكا والمحلة ومعلقتين من السكر. بس انا بصراحة لما جيت اعملها بمعلقتين من من القرفة كانت طعمها يعني كتير شديدة قوي على ولادي ما كان ما كانوش بيفضلوا يكلوه. خصوصا الصغيرين يعني. فانا بحب ان انا اعملها بمعلقة واحدة بس من القرفة بتديني برضو طعم القرفة فيها بس بيكون خفيف شوية. الكاكاو لو مش محلة كاكاو خام تحطي له معلقتين كبار من السكر. لو كاكاو محلة عادي تقدر معلقة واحدة او تستغني عن السكر خلص برحتك. هدهن البولة بتاعتي بالزيت علشان خاطر. ما يلزقش فيها بس الكيك واعرف اطلع بسهولة. لو فورمة بتاعتي الامونيا ارشها رشة خفيفة كده عطفرها بالضيئة. بعد الزيت. هنا بقى الكاكاو. والااااا والقرفة وهقلبهم كويس مع السكر كله مع بعض وكده. لو انت حطها ما تحطيش ما تحطيش سكر. عشان بيكون داخله سكر كتير. كده انا اخدت نص الخليج بالزبط. عشان ابدأ احط الحشوة بتاعتي من النص. ارشها بالشكل ده. هي دي اللي بتديني الخط اللي في النص البوني ده بالشوكولاتة. كده ده شكلها. هنزل نص بقى الخليطتي. طبعا هدخلها الفرن على درجة حرار مية وسبعين. الشبكة في نص الفرن اقو اعلى. هتفضل من نص ساعة ساعة لربع. هنا هنحضر الحليب طبعا المكسف معايا كوباية لربع من اللبن البودر ومن السكر البودر برضو كوباية لربع. معلقة كبيرة زبدة ومسيحاها ومعلقتين من المية. طبعا لو ما عنديكيش ان كنتي كبة صغيرة لو ما عنديكيش مضرب كهرباء تقدر ان كنتي تعميل الحليب المكسف ده في الخلاط عادي. بس يعني المية خليها سخنة عشان تفكيكه معاك ويتضرب بسهولة. المية دايما انا في اي حاجة بنزلها بالتضيج. انا مبدئيا حطها معلقتين اتنين بس مية للخليط ده. لو احتاج منك تاني وحاستين هو تقيل في في الكبة تكشف الكبة وتحطي بالروحة آآ معلقة بمعلقة. اهم حاجة الخليط يكون معاكي كويس. القوام الخليط بيكون متوسط لا خفيف ولا تقيل. هضربه بالشكل ده الحد بقى ما كل الخليط يدوب مع بعض. ده شكله هجيب معلقة وارهول كلوقتي. اهو. شوفوا عامل ازاي. قوام متوسط. طبعا الكيكة بتاعتي بعد ما بردت. هقلبها. ما ينفعش ان انا حط لها سوس شوكولاتة او الحليب المكسف فيها سخنة. فانا علشان كده باستنى لما بقلبها وبعد كده بحط التزيين في الاخر. طبعا سوس شوكولاتة انا حضرته معاك والجنيش انا حضرته معاك اكتر من مرة. ده انا بجيب الشوكولاتة. لو مسلا ربع كيلو شوكولاتة بتحط لهم حوالي ربع كوباية بس من من اللبن. وقطع صغيرة بس من من الزبنة. هده خليهم تقدري على الحمام مية او تحطيه على البتجاز على النار هاديا برحتك. بحط كده وبسيف فرق في النص. يعني انا لما بحط الشوكولاتة بسيف فرق في النص علشان لما اجي احط الحليب المكسف ابقى فيه فرق في النص كده احط فيه. اللي حابب يغطيع كلها بالشوكولاتة وبعدين يحط في الاخر الحليب يزوق به كده الحليب المكسف برحته. كلها حاجات بترجع لرغبتنا وحسب يعني حسب زوقنا في الاكل. ده طبعا الحليب اللي انا حضرته معاكم. او انا بحطه في الفراغات. اللي حابب يخفف الشوكولاتة عن جده بيخففها. او برضو الحليب المكسف. حابب يخففه يخففه. الطريقة دي لو جربتها بجد هتحبوها يعني حاجة جميلة بجد والله يعني انا ولادي بيحبوها جدا. وبقتين سهلة انا بستسيلها بصراحة يعني كيكا عادية. وبرضو يعني بتدينا طعم الجده والعادي. هنا طبعا انا فتحتها معاكم. واتشوفوا بقى الشوكولاتة اللي في النص اللي احنا حطناها دي. طبقة الكاكاو. والااا 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 والسكر طبعا بتيجي في الاخت بتعمل الشكل ده من جوه اهي. واضحة قوي هنا. وهشة وجميلة. بجد الطريقة سهلة جدا. لو عجبتكم طريقتي ياريت لايك وشير وسايبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي من الناحيل. اشتركوا في القناة